نلوح بقى لمنتخب مصر كابتن حسان حسان مهمة جديدة مع منتخب مصر هو جاهز المعاون قل انتباعاتك وتوقعاتك ان شاء الله للفترة اللي جاية والله طبعا كلنا وراء كابتن حسان سندين وكابتن حسان اسمه بتردد بقاله فترة كبيرة جدا في منتخب مصر والفرصة جات لواحد مصري اظن ان هو اقدر واحد بياه هو الكابتن حسان حسان مناله التوفيق شغل المنتخب على مروجة نظري شغل المنتخب سهل نسبيا عن شغل الاندي اولا قاعدة الاختيارة عندك عريضة جدا كابتن حسان معروف طبعا ان هو لما بيروح نادي وبعنده خسور في مركز معين ممكن يجيب الباك يحطه سرد باك او كذا فدي مش هتبقى موجودة ويريت الكابتن حسان ما يحاولش يعملها ما يعملهاش لان هو عنده قاعدة الاختيارة عريضة جدا يعني تقدر تختار الباكليفت الكويس او الهافليفت الكويس او الديفندر او ما جيبسي واحدة غير مركزه عشان دي بتعمل مشكلة ان انت بيبقى عندك التجمع اسبوع اربع تيام بس انت قلت انه قلت حلو عيوة بصراح انه اه كابتن حسان دايما عنده الحتة دي اللي هو انا هعرف باي لعب احطه في اي مركز واشتغلي اللي انا عايزه بالزبط فانت بتقول لي في منتخب مصر انت مش محتاجك تعمل كده عشان انت هتختار اللي انت عايزه انت مش مضطر انت في النادي ممكن انت مش عندك ليفت باك فانت مضطر التوظف واحد عندك تلاتين لعيب بس بتختار منه لا انت عندك مصر كلها بتختار منها بالمحترفين بكله اختار بقى برحتك يعني زي ما انت عاوز مصر كلها فيها كم مهاجم لا احنا عندنا مشاكل في المركز كتير لا احنا عندنا مشاكل من اول خط الضهر ده 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 كنت هبشها لك بالعكس لا لا من اول خط الضهر عندنا مشاكل يعني مصطفى محمد حللنا شوية الحتة اللي قدام بس بعد مصطفى محمد لا بعد مصطفى فيه بس اللي بعده كم ضربة اه لا فيه طبعا مصطفى اخد خبرات كبيرة جدا لما بيلعب بره وفرنسا لا اخد خبرات ومصطفى تحس انه هو بقى محترف يعني بقى كورة شغال لعيب كورة مش حاجة تاني مش حاجة معاها يعني فعشان كده بتركيزه وربنا بتديله احنا ندرة بعض المراكس في كورة قدام المصرية احنا شوفنا في منتخم مصر مثلا في مركز سنتر باك بتقول محمد عاملة محاجازة وعملت افكر في البعض ولو مع اصابة الوينش بتبص عزيل ايسر طب كم واحد عندنا زيل ايمن كم واحد عندنا حلصة المر ما كم واحد عندنا لا دا احنا قبل البطولة حاجة وبعد البطولة حاجة تانية يعني احنا لو قبل البطولة بنتكلم على حارس مصر الاول هنقول محمد الشيناو انت مغمط بعد كسا عالم اللي عمله وانت مغمط لكن بعد البطولة لا أنا ما عندنيش حارس مصر الأول أنا آسف أصلا خلاص لا أنا بخط الظهر كله البطولة كلها منتخب مصر هتطلع منه مصطفى مصطفى محمد هتطلع منه مرموش ترزجي إمام عشور مروان عطي خمس العين بس فأنت ما عندكش حد تقدر تقول ده باك رايت مصر ولا باك لفت مصر قبل البطولة كنت بتقول فتوحه ومحمد حمدي محمد هاني وعمر كمال المستوى اللي احنا شفناه في البطولة لا هم رجعوه من نقطة الصفر البداية تشك تاني طبعا طبعا المستوى اللي احنا شفناه ده لا لا يا ليه